مراجعة كتاب مغال 3 الجزء الثاني نبدأ بأول قاعدة عندنا direct and indirect object عندنا هذا السؤال واللي يقول decide whether the words in bold are direct objects or indirect objects قرر ما إذا كانت الكلمات بخط عريض أو اللي عندنا هنا باللون الأحمر هي عبارة عن direct object أو indirect object طبعا لازم ترجع للقاعدة وترفوش والdirect object والindirect طبعا بعطيك إياها كده قاعدة بالاختصار بالمجمل إنه إذا كان عندك أسماء أو ضمير في الجملة بس اسم أو ضمير وقته هو بيكون direct object أما إذا عندك اسم ضمير في الجملة يعني عندنا هنا يقول I owe you an apology you هنا ضمير an apology noun اسم وإحنا قلنا أول إن direct object يكون noun أو pronoun والإثنان عندنا noun أو pronoun كده دخمة صحيح إذا عندك ضمير على طول كده بديهيا إذا عندك ضمير واسم الضمير بيكون هو ال indirect والاسم بيكون direct object فبيصير عندنا ال you in direct object واختصارها i.o والan apology بما إنها اسم بتكون do واللي هو عبارة عن direct object عندنا هنا نفس الشيء عندنا هنا he played soccer with his friends yesterday عندنا soccer كرة القدم soccer اسم إحنا قلنا عندنا اسم بيكون ايش direct ولا indirect بيكون direct وبنكتب do أو direct object عندنا هنا I wish you happiness happiness هنا اسم والاسم ايش direct object هنا عندنا will you give me the book me pronoun ضمير the book اسم معناته me بيكون ايش direct ولا indirect بيكون indirect والاسم اللي هو the book بيكون ال direct عندنا هنا بس ضمير مدام عندنا ضمير بس واللي هو هنا us بنحطه على طول indirect object عندنا هنا يقول استوال فول complete the sentences and use a proposition if necessary أكمل الجملة واستعمل حرف جر إذا في ضرورة طبعا عندنا في ال direct وال indirect حروف الجر اللي نستعملها هي فور وتو طبعا عندنا هنا كأنها محادثة بين شخصين فالأول يقول go to bed sam اذهب للنوم يا سام رد سام هذا قال mom i can't sleep will you read فلان بين قول سام me يبا يطلبها تقرأ له قصة مثلا فعندنا هنا me هذا ال indirect النظمي طبعا أي جملة اللي بندخل me عليها الجملة اللي تبدأ من عند will you read me طبعا هذه الحالها جملة فهي اللي بندخل me عليها طبعا وين نحط me نروح ندور على الفعل في الجملة طبعا نلاحظني أنا قلت فعل ما قلت فعل مساعد يعني ما نروح نقول will هي الفعل لا will has هذي الاستبعد هذي ما هي أفعال هذي أفعال مساعدة نحن نبقى فعل أساسي في الجملة واللي هو هنا read نقوم نحط me بعده فتصير mom i can't sleep will you read me عندنا هنا you should offer them your car but i've already offered it them عندنا هنا شخصين يتكلموا الشخص الثاني قال but i've already offered طبعا هنا لازم ندخل it وthem في الجملة طبعا إذا عندنا it ضمير وthem أيضا ضمير لازم نربط بينهم بحرف جر وحرف الجر الأنسب للاستعمال هنا هو two هذي أول نقطة بعدين عندنا لازم نطلع الفعل في الجملة والجملة حقيتنا اللي احنا بنشتغل عليها اللي هي من but يلين offered فالفعل في الجملة هو ايش هو offered فبتصير but i've already offered you offered it to them عندنا هنا will you write him an email i think i should write as soon as possible بدان بين قصتين كلمتهم هنا him بندخل هالجملة نقوم ندور على الفعل الفعل هنا في الجملة هو write ونحط him بعده وتصير i think i should write him as soon as possible بدان هنا will you show بين قصتين it her عندنا it ضمير her ضمير لازم نربط بينهم بيش بحرف جر وبنستعمل حرف الجر فبتصير will you show it to her طبعا نشوه هو الفعل في الجملة هنا kelly send her friend an email the indirect object is يبغانا نختار ال indirect object في هذا الجملة هل هو her friend ولا an email الاجابة بتكون her friend طب كيف عرفنا احنا قلنا ال indirect يدخل في الجملة بعد الفعل نروح ندور على الفعل في الجملة واللي هو هنا sent اللي بعده بيكون هو ال indirect نفس الشي هنا she taught english to all her kids the indirect object is هل ال indirect object taught english to ولا all her kids الاجابة all her kids طب ليه مو انتي قلت يا استاذة انه اذا عندنا فعل في الجملة اللي بعده بيكون هو ال indirect اوكي صح انا اقول الفعل هنا في الجملة taught لكن اذا كان عندك حرف جر سواء كان to او for هنا يتغير مكان حرف عفوان مكان ال indirect object وصير بعد يصير نختار all her kids john told a secret to me يبغانا نطلع هنا ال indirect object الحين هذه عليك انت تطلع هل هي told a secret ولا me اكتب اجابات تحت التعليقات الاجابة بتكون me ننتقل ال articles عندنا هنا الجملة do you still live in Bristol والمطلوب اننا نختار ال article المناسب هل هو ان ولا ذا ولا ايه هنا ال x هذه بمعنى انه no article ما بنحب اي article فايش بنختار الاجابة بتكون no article والسبب لان احنا عندنا بعد الفراغ برستو وبرستو هذي ايش عبارة عن مدينة واحنا قلنا اصلا لو ترجع للكتاب القاعدة او ترجع للفيديو اللي انا شرحت فيه بتلاقي انا قلت اذا عندك دولة او مدينة او شارع او يوم وقتها ما نحط اي اداة تعريف او تنكير قبل الكلمة هنا هذه انا اتأمت اجيبها لانها شوي تريكي كذا خداع هذا الجمع لان ممكن فيه احتمال ان بعض المعلمين شيء احنا قلنا ذا نحط قبل الاشياء الفريدة من نوع شمس قمر وإحنا عندنا نتكلم عن ساعة يعني نستبعد صح بيبقى آن وآ ايش بنختار احنا قلنا آن نختارها اذا عندنا في بداية الكلمة حرف علة وهنا عندنا بداية الكلمة حرف الاتش وحرف الاتش مو من حرف العلة هل بنختار اي طبعا لا ما رح نختار اي بنختار آن السبب هنا انو الانجليز ينطقوا هذي الكلمة آور ما نطقوا الاتش آ ور فهم يوم قالوا انو آن آور لانهم يالوا يعني انو صح اننا نكتب اتش بس احنا ما نطقوا احنا نطق حرف علة نقوم بنستعمل معها آن عندنا هنا لك آد سي ايش بنختار آن ذا أي ولا نو ارتيكل الاجابة بتكون ذا ولو ترجع للكتاب احنا قلنا ايش انو اذا عندنا سي او ريت سي شي فريد من نوع شي ما في منه وقتا نستعمل ذا تقدر تحل هذين آن أو ذا أو أي أو نو ارتيكل والاجابة بتكون نو ارتيكل ليه عندنا هنا ساوث افريكا وساوث افريكا عبارة عن دولة عندنا هنا قعدة أدجكتيف clauses and relative pronums طبعا هذه القعدة اللي فيها who that which and then هنا يقول complete the sentences using that or who and relative clause استعمل that أو هو عشان تربط معنا جملة عندنا she worked for a man used to be an athlete من قوسين هو و that طبعا عشان نختار الإجابة لازم نطالع قبل الفرار احنا نتكلم عن ايش هنا هو يتكلم عن من ومن شخص احنا قلنا الاشخاص نستعمل معهم هم اما الجمادات نستعمل معهم مت مع in that نقدر نستعملها مع الاشخاص ومع الجمادات لكن اذا عندك هو و that بدون which معناته ان الاستاذ يبغى هو للاشخاص و that للجمادات اما اذا جاب which و that معناته يبغى which للجمادات و that للاشخاص وتصير الإجابة هنا هم هنا عندنا they called a lawyer lived nearby زي ما قلت اول نطالع قبل الفراغ عندنا ايش عندنا lawyer lawyer معناها محامي والمحامي شخص عشان كده نختار هنا we broke the computer belong to my father قبل الفراغ عندنا كلمة the computer والcomputer جماد يعني يستعمل ايش نستعمل ذات هنا she loves books have happy ending هو اللذات انتوا انتوا تجربوا عليها وننتقل على الطول ل the subject عندنا هنا it is essential that she at the meeting ب طبعا عندنا القاعدة في الكتاب تقول انه اذا استعملنا اي من الكلمات اللي تستعمل مع subjunctive ومنها هذه it is essential لازم الفعل يكون في صيغة المصدر يعني خالي من الاضافات فعندنا هنا b و is هذه الخيارات اللي عندنا طبعا كيف عرفنا يعني لو جال المعلم قال choose the correct answer زي ما انا كاتفة هنا فوق كيف تعرف انك بتحلها بالsubjunctive اذا انت حفظت الكلمات الموجودة عندك في الكتاب ومنها هذه it is essential طبعا الاجابة بتكون b طب ليش b ليش مو is احنا قلنا صيغة المصدر و is اصلا ما هي صيغة المصدر is هذه نوع من انواع الـ يعني b هو المصدر من is فالاجابة بتكون b هنا عندنا it is necessary اذا شمعت it is necessary نعرف على طول اننا بنحل بقاعدة السبجنت يعني عندنا الفعل يكون في المصدر يعني خالي من الاضافات الخيارات wear wears ايش بنختار wear وانا wears الاجابة بتكون wear لانها هي المصدر والخالية من الاضافات ولو طال عندنا wears مضاف لعس هنا ايش بنختار الاجابة بتكون take كيف عرفنا اننا نستعمل subjective عندنا كلمة recommended هنا بين قوسين move وموز كلمة requested من الكلمات اللي الدول اننا نستعمل subjective والخيار بيكون move القاعدة اللي بدأ عندنا i like you plus infinitive i want you plus infinitive احنا تعلمنا في هذه القاعدة انه اذا جاء عندي كلمة i like you او i want you يجي بعدها infinitive والinfinitive عبارة عن to زائد المصدر فعندنا هنا اللي بقولنا i like you me with this وبين قوس عندنا help helps to help الاجابة بتكون to help لانها هي صيغة الانفنitive عندنا هنا i want her to this today make ولا makes ولا to make الاجابة بتكون make طبعا لازم نركز في السؤال عندنا هنا في السؤال i want her to هو حط لك to مدام ها محطوط احنا بنختار make ما ينفع تختار to make اللي في الخيارات تصير i want her to to make this today كلا تصير الجملة خاطئة ننتقل الحين with tag questions اكمل الجملة باستعمال tag questions عندنا الجملة she's from a small town in china بعدين في الفراغ لازم نكتب tag questions اول خطوة نسويها اننا بنطلع الضمير الموجود في الجملة وبنطلع الفعل المساعد اللي معه بعدين بنحدد هل الضمير المساعد عندنا عفوا الفعل المساعد وليس الضمير هل هو مثبت او منفي اذا كان مثبت بننفي واذا منفي احنا بنخليه مثبت مثل كذا عندنا الضمير هو she نقوم نحطها ثاني نسوي حركة نقص فas بتصير هي اللي في البداية الجملة في البداية التالي question وش بتصير ثاني كلمة بعدين بنطلع في as اللي هو الفعل المساعد هل هو منفي او مثبت مثبت ليش لما في not ننفي يعني نضيف لnot بتصير is not she او isn't she عندنا نسى الشيء هنا they aren't on their way already ناخد زي ما قلنا نطلع الضمير والهو هنا they والفعل المساعد والهو aren't وتسوي حركة مقص بعدين نطالع في الفعل المساعد اللي who aren't هل هو منفي ايو منفي للمضاف لنت نقوم احنا نثبته يعني خليه مثبت بدون نت فبيصير are وبيصير السؤال are they نفس الشيء هنا the weather is really bad today نطالع هنا عندنا فيه فعل مساعد اللي هو is بس ما في عندنا ضمير لكن عندنا كلمة the weather وال اللي هو الجو غير عاقد يعني يصير الضمير العائد اللي it فنعتبر انه it ونعكس نسوي حركة المقص is في الفداية و it ثاني شيء نطالع عندنا is مثبتة احنا بنضيف لها not عشان ننفيها وبتصير isn't it نفس الشيء هنا she doesn't work in a hotel she ضمير doesn't هو الفعل المساعد بسوي حركة المقص doesn't في البداية وشيء ثاني كلمة doesn't من فيه ايو من فيه لنفيها نقوم احنا نخليها مثبتة ونحبف النات وبتصير does وبتصير does she هنا I like chocolate very much نظمي لكن ما عندنا فعل مساعد بدل الفعل المساعد عندنا نفعل اذا جا عندنا الفعل زي كذا like جا كذا ساعدة من دون S يعني احنا بنعتبر الندو ونسوي حركة مقص بتصير do في البداية وبما do حقتنا او like ما هي من فيه احنا ننفيها ونخليها نات فسير don't I طب اذا جا عندنا الفعل زي هنا عندنا هي هو الضمير و likes فعل نقوم احنا اذا الفعل مضاف له S بنحول ل does مو do does وبما in likes هنا مو من فيها و does هنا مو من فيها احنا نضيف لها نتون فيها و بتصير doesn't he واخر قاعدة او القاعدة قبل الاخيرة جا عندنا هنا يقول السؤال put the verb into either the gerund plus ing or the infinitive with two ضع الفعل لها اما مع الجيرند واللي هو الفعل مضاف ing او infinitive واللي شرحنا اول اللي هو to بعدين الفعل في صغيرة المصدر عندنا الجملة I don't enjoy go out tonight هنا عشان نعرف go كيف بنحط ها بنحط infinitive او بنحط جيرن لازم نكون حافظين الكلمات الموجودة في الصفحة في grammar الوحدة السادسة فعندنا يوم طالع في الجزئية الاولى اللي فوق في الكتاب عندنا كلمة enjoy enjoy موجودة في اي مكان او في اي نقطة في نقطة الجيرن معناته ان enjoy من الافعال اللي اذا جاء بعدها فعل يكون مضاف ing وبتصير I don't enjoy going out she kept talk during the film لو نطالع عندنا في النقطة اللي بالكتاب عندنا نقطة الجيرن واللي تحتها الانفينيتف لو الطالع ما بتلاقي كلمة kept لكن عندك كلمة keep وكيب هذه التصريف الثالث منها هو kept يعني لازم نحفظ التصريف الثالث الافعال فاذا جاء عندك kept وبعدها talk وكيب اصلا في اي جزئية في جزئية الجيرن فبيصير talk تصير talking عندنا هنا he decided study biology عندنا decided هنا هي في جزئية الانفينيتف فاللي بعدها الفعل اللي هو study بنحول الانفينيتف وعشان نحول الانفينيتف نحط قبل كلمة to وكذا خلاص صار انفينيتف he decided to study biology وبكذا نكون وصل لنهاية الفيديو اتمنى انكم تدعموني تنشروا الفيديو تحطوا لايك تكتبوا لي تعليقات وبكذا نكون وصل لنهاية الفيديو see you next time